بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب أهلا بكم مرة أخرى مع مقرر وسائل وتقنية التعليم والوحدة الثانية عشر مستحدثات تكنيجية التعليم أولا نتناول الهدف بالنهاية هذه المحاضرة يجب على الطالب أن يكون قادرا على أن 1. يعرف مستحدثات تكنيجية التعليم 2. يوضح خصائص تكنيجية التعليم 3. يستعرض نمازج من مستحدثات تكنيجية التعليم 4. يفرق بين الواقع الافتراضي والفصول الزكية والآن نتناول تعريف مستحدثات تكنيجية التعليم ما هو تعريف مستحدثات تكنيجية التعليم؟ هي عبارة عن مجموعة من البرامج والأساليب التفاعلية التي تسهم في تفريد المواقف التعليمية وإسرائها بعدة مصادر التعلم ووسائلت من تعديل رقمية متنوعة قنص والصوت والصورة وغايدها وهذه المصادر تشكل معا وحدة منظومية مرنة ومتكاملة العناصر تستخدم بهدف إحداث تعلم يتسم بقدر كبير من الفاعلية والكفاءة خصائص مستحدثات تكنيجية التعليم أن تحليل التعريف السابق لمستحدثات تكنيجية التعليم يمكن استقلاص أهم خصائص مستحدثات تكنيجية التعليم كما بالشكل التالي أولا تتصف المستحدثات دائما بالتفاعلية بين الطلاب مع بعضهم البعض أو بين الطلاب والمعلم أو بين الطلاب والمحتوى الدراسي وغيره كذلك تتصف أيضا بالفردية بمعنى أن هذه المستحدثات تستخدم لكل فرد خاص به أو كل طالب كذلك تتسم بالتنوع من حيث تنوع المصادر وغيره وكذلك بالتكاملية مع بعضها البعض والإتاحة في أي مكان وفي أي زمان كذلك بقدر كبير من الجودة الشاملة والمعايير العالمية كذلك تتسم بالتعقيد من حيث بناء هذه المصادر والمستحدثات كذلك تتسم أيضا بالتجديد المستمر والآن نتناول بعض من النمازج من مستحدثات تكنولوجيا التعليم وتطبيقاتها في مجال التعليم أهمها في الوقت الحاضر التعلم عن بعد والتعلم الإلكتروني كذلك الإنترنت في مجال التعليم كذلك أيضا تكنولوجيا الوساط المتعدة التفاعلية والواقع الافتراضي وأيضا الفصول الزكية أولا نتحدث عن التعلم عن بعد Distance Learning ما هو التعلم عن بعد؟ يعد بأهم التطبيقات التي توفرها مسحدثات تكنولوجيا التعليم لأنه يقوم على مدى عدم اشتراط الوجود المتزامن للمتعلم مع المعلم في بيئة التعليم المقصودة بمعنى أن الطالب يستطيع أن يتعرف ويدرس المحتوى في أي مكان وفي أي زمان حصد ظروفه وإمكانياته ما هي مميزات التعلم عن بعد؟ توجد عدة مميزات للتعلم عن بعد أهمها الحرية بمعنى حرية اكتيار المتعلم للوقت التعلم الذي يناسب ظروفه وإمكانياته 2- الإسهام في زيادة عدد المتعلمين من كافة طبقات المجتمع 3- التقلب على ندرس المعلمين خاصة في المناطق النائية والفقيرة المستحدث الثاني وهو التعلم الإلكتروني e-learning ما هو التعلم الإلكتروني؟ هو ذلك النوع من التعلم الذي يركز على تقديم المحتوى التعليمي المتفاعل عبر الوساط الرقمية المتعددة المتعلم في الوقت والمكان وبالسرعة التي تناسب الطالب بمعنى أن الطالب يستطيع أن يدرس المحتوى وفي كل ممكانياته وظروفه في أي مكان سواء كان ذلك بشكل فردي أو بشكل تشاركي مع أقرانه أو عن طريق المعلم في نظام تزامني أو غير تزامني داخل بيئات واقعية أو افتراضية تدار بنظام إدارة التعلم الإلكتروني معينة يطلق عليها نظم إدارة التعلم مثل البلاكبورد في جامعة الملك خالد ما هي أهم مميزات التعلم الإلكتروني تتضح في التالي؟ أولا تقديم محتوى تعليم رقمي متفاعل المتعلم أثنين تقديم المحتوى الإلكتروني المتعلم عبر مجموعة من العناصر وسائط المتعددة وأهمها النصوص المكتوبة أو المنطوقة أو الرسوم أو الصور أو الصور المتحركة أو المؤثرات الصوتية وغيرها من وسائط المتعددة التفاعلية ثلاثة احطاء فرصة المتعلم في اختيار ما يريد تعلمه في الوقت الذي يريده بمعنى يستطيع المتعلم أن يتعلم في أي مكان وفي أي زمان وفقه لظروفه أربعة إتاحة الفرصة المتعلم للتفاعل النشط ما المحتوى من خلال مشاركة في بناء هذا المحتوى أو الإجابة على الأسئلة أو إبعاة رساله طلابه أو المعلم يتسم التعلم الالكتروني بنظامين اتصالي أولهما الاتصال المتزامن أو المباشر ما هو الاتصال المتزامن أو المباشر؟ هو ذلك النوع من الاتصال الحر المباشر في الوقت ذاته وفيه يتواصل المتعلم مع المعلم أو أقرانه في اللحظة ذاتها بمعنى أن يتم دراسة المحتوى التعليمي مع المعلم في نفس الوقت وفي نفس الزمن ويطلق على هذا النوع من التعلم اسم التعلم الالكتروني الحي Life Learning ويوجد عدد من التطبيقات التي تستخدم في شبكات الكمبيوتر يتمام هذا التفاعل ومنها الصبورة، البيضاء الشاركية، مؤتمرات الفيديو، غرف المحادثة وغيرها النوع الثاني وهو الاتصال غير متزامن في هذا النوع من التفاعل يتم التواصل بين المعلم والمتعلم والأقران ليس في اللحظة ذاتها بمعنى أن لا يلتق المعلم مع الطلاب في نفس الوقت ولكن وفق الظروف الطالب وظروف المعلم حيث يوجد فاصل زمن بين الرسالة التعليمية التي يبعثها المعلم إلى المتعلم واستقبال أي منها ردا عليهم ومن أدوات أو تطبيقات التي تستخدم لإتمام هذا النوع من التفاعل البريد الالكتروني، منتدى الويب، القوام البردية، مجموعة الأخبار معوقات تطبيق التعلم الالكتروني توجد عدة معوقات لتطبيق التعلم الالكتروني منها التكلفة المادية الكبيرة نقص مهارات التعلم الالكتروني لدى معظم الطلاب والمعلمين عدم مناسبة التعلم الالكتروني مع طبيعة بعض المقرارات الدراسية صعوب التطبيق التقييم الالكتروني مقاومة بعض الطلاب والمعلمين وأيضا أولياء الأمور نحو نظام التعلم الالكتروني المستحدث الثالث وهو الإنترنت في التعليم ويعتبر هذا المستحدث هو أساس التعلم الالكتروني ما هو الانترنت؟ تعد شبكة الانترنت من أبرز معالم الصورة العلمية والتكنولوجية في هذا العصر وقرفرض التقنية واقعا جديدا عن نظوم التعليمية وحدثت تغيرات الجزرية في طبيعة العملية التعليمية ومفهومها وأدوار كل من المعلم والطالب وأيضا المجتمع مميزات استخدام الانترنت في مجال التعليم أولا سلوط البحث عن المعلومات ثانيا دعم الانترنت لكل اللغات الدارية في العالم وأهمها اللغة العربية واللغة الإنجليزية تعزيز التعليم التشاركي الانفتاح المعلومات وسورة الحصول عليها في أي مكان ومن أي مكان تنمية مهارة التفكير الإبداعي حل مشكلة الطلاب غير منتظمين في الدراسة أيضا اطلاع المعلم على كل ما هو وجديد في مجال تخصصه ومن ثم يساعد ذلك على التنمية المهنية للمعلم خامسا تكنج الواقع الافتراضي إن الواقع الافتراضي عالم يصنعه الحاسب الآدي بحيث يستطيع الإنسان التفاعل معه آنيا بالأسلوب نفسه الذي يتفاعل به مع العالم الحقيقي وتكن أهمية الواقع الافتراضي في إنه مثل الواقع الحقيقي تماما كأنه هو فهو يعد وسيلة فعالة لمحاكاة الواقع مهما كان الظروف والصعوبات كمثال ذلك البيئة الفضائية لا يمكن للفرد المتعلم في بيئة المدرسة أن يعيش بها واقعيا وهنا يأتي دور الواقع الافتراضي في تكوين بيئة تشابه وتماثل البيئة الفضائية وتمكن الفرد من التفاعل معها وكأنه في البيئة الحقية الفصول الزكية يقصد بالفصول الزكية بأنها برنامج تفاعله في فصل دراسي مجهز على هيئة معمل كمبيوتري هم نصمم بمواصفات ومعايير خاصة يستخدم تدريس جميع المقارات التراسية بحيث يعمل على 1. تسهيل عملية التعليم والتعلم 2. إدارة الفصل بشكل فعال 3. تسهيل عملية التفاعل والتصال بين المعلم والطلاب من جهة والطلاب والزملاء من جهة أخرى أهمها الأخير وهو تنمية العمل التشارك بين الطلاب وأخيرا عزيز الطالب حاول الإجابة عن الأسئلة التالية ما هي تعريف مسحة تلكلونيجية التعليم 4. وضح خصائص مساعدات تلكلونيجية التعليم 5. استعرض نمازج أو بعض منها من مساعدات تلكلونيجية التعليم 6. فرق بين الواقع الافتراضي والفصول الزكية